سيد الوزير المشاهدين بغيروا يعرفوا ما هي اخر مستجدات في الحوار مع المهنيين الذين نقل للشاحنات هذا الحوار مع المهنيين الذين نقل بشكل عام مستمر والذي جمعتنا مع النقل الطروقي للبضائع الفئة الليكترمنتساطاشلطون الفئة الليكترمنتساطاشلطون وكذلك مع السائقين المهنيين وكذلك مع المهنيين الذين نقل الجماعي للمسافرين وكذلك مع النقل السياحي أنا تنقول في عموم هذه الاجتماعات كانت اجتماعات جيدة واحد المستوى عالي دي المسؤولية اللي استطعنا بتبعي الحال نوجده حلول واحد العدد الإشكالية لأن القيطع كما أسبق وقلت قيطع مهم من ناحية الاقتصادية قيطع مهم من ناحية الاجتماعية في واحد العدد دي المشاكين اللي تركمت الآن احنا تنفق كوها وأنا بغيت نوه على وجه الخصوص بالمهنيين دي النقل دي البضائع الإلكترمنتساطاشلطون تجاوب ديهم نوه كذلك بالمهنيين دي النقل الجماعي للمسافرين كذلك التجاوب ديهم وهذا الشهادة اللي أبغيتي عموما الآن احنا المراقبة دي الحمولة سنشرع فيها وهي الآن خدامة لأن هذا كان واحد المطلب دي المهنيين سنشرع كذلك تدريجيا في تعميم البايان الشحن اللي سيخلي العلاقة بطبع الحال مع مختلف المتدخلين مهمة جدا هذا واحد الإجراء كبير لأنه خصونا نطبعه واحد مليون وخمسمائة ألف كناش وخصونا نشوفوا النقاط ديال توزيع دياله ونحن نديره بالتدريج بش يوقع فيه واحد تطور كذلك عندنا المنظومة الضاربية اللي كانت تبع الحال فيها واحد العدد دي الملاحظات ديال المهنية الآن كانت تفاق مبدئي بين وزير المالية نحن نعرض عليه مقترح بش يتناقش بتبع الحال في الفيسكالية اللي غي يكونوا في الشهر ديال المال وكذلك وهذا مهم جدا بالنسبة للسائق المهنية نعود نأكد بأنه البطاقة المهنية تكوين ديالها بالمجان تتحمل وزارة الجيز ونقل اللوجيستيك كيف تتكلمكم هذه ديال تكوين هذه الكارتة التقديرات الأولية نتكلم على حوالي 300 مليون ديال دريم دونق على 30 مليار ديال السنتيم لكن هنا تنقل بالنسبة للسائق المهني مهم جدا لأنه تكوين منصوص عليه في القانون بيطاقة المهنية منصوصية في القانون لكن احنا الدور ديالنا هو نسهلو هذه العملية باش ميوقعش فيها باش يوقع فيها التوازن المطلوب باش السائق المهني طبع الحال يكون منتح النقل السياحي الان وصلوه هما الواحد القانعة اننا نديرو معهم واحد العقد برنامج بحال اللي غنديرو مع النقل البضائع وبحال اللي غنديرو مع النقل الجماعي المسافرين نقللهم يوم دراسة ديالهم واحد العدد ديال المقترحات ديالهم اللي تتهم الوزارة احنا خارج ننجزها بالنسبة لله لان هناك إشكالية ومشكلة مع المهنيين اللي يلحموا و الشاحنة ديالهم ما بين 14 و 19 طن وضحنا هذة النقطة إذا كان ممكن لا هذا السؤال اللي طرحتي مهم جدا لأنه في الحقيقة أنا قبيلات كلمت على الأوزان اللي فوق 19 طن طبعا الحال كين أوزان قل من 19 طن يعني غادي من ثلاثة طن ثلاثة طن ونص حتى 19 طن احنا قلنا ليهم هما كانوا ديمين تطرحوا المشكل دي الحامولة يقول لك اودي الهامش ديالنا ربح ديالنا مبقاش كده كده قلنا ليهم طيب وكانوا تشكوم واحد الحيف ووقع لهم قلنا ليهم من ثلاثة طن ونص لرباطاشل طن هادو غادي انفعلوا المذكيرات السابقة ديال الفين وثلاثة الفين وسبعة و الفين وعشرة لانا اقتانعت بانا كين حيف كين ما استافدش غادي نرفعو الطناج وفق هذه المذكيرات طبيعة الحال على اساس بطبيعة الحال انها تكون تتحكمها واحد العدد ديال الضوابط اللي غادي تمشي في الاتجاه ديال احتيرام القانون احتيرام اجراءات التنظيمية لكن كدريك احتيرام اجراءات ديال السلامة الطرقية وغالبا في هذه الزيادة ديال هات الطناج هذا ديال ما بين ارتيران تقنف نفس الى امن ثلاثة واحد الزيادة يمكن ان تجاوز 30 و36 و40 في المئة ولكن هاته تكون محكومة بطبيعة الحال بواحد الضوابط ولكنه هداف فيه ارفع الواحد الحيف ما بين 14 و 19 قلنا لي هم ما يمكنش علاش للسبب بسيط هو انها تزيادة من 14 و 19 تون اولا هي مخالفة لحد العدد ديال المقتضايا التقنية وتتهدد سلامة طرقية، احنا عطينا لهم حل اخر سوف نعطيكم الأولوية في جديد الحاضرة في الرونوفيلمون التي الآن يمكن أن يصل حتى إلى 25% لكن السنة المقبلة في القانون المالي يمكن أن نرفعه أكثر من هذا لأن الذي يريد أن يرفع الطناج في هذا الإيطار يرفعه يدوز الكاتيجوري نحن سوف نكون في هذا الشيء حققنا أولا سوف نستجبنا الواحد الطالب بطبيعة الحال في تغيير الطناج سوف نكون حتار من المقتضيات التقنية والمقتضيات السلامة الطرقية وسوف نكون بطبيعة الحال بقينا نساجمين مع أنفسنا أمام الرأي العام ولكن لا يمكن لنا أن نتصور أن الزيادة في الحمولة بدون ضوابط هي حل إشكالات القيطة هذا الحوار مستمر ونحن تلأكد مرة أخرى أن نحن مستعدين ومستمرين في الحوار وهذا الحوار يأخذ بعين الاعتبار هذه الأبعاد كلها لأنه في نهاية المطاف القيطة الطروقي عنده أهميته خاصة الرأي العامي ساندو خاصة المواطني ساندو والحؤول للوزارة التي هي ممتلة الحكومة تسعى بطبيعة الحال إلى أن تجد حلول الإشكالات في إطار شامل ساندو السفر السفر